إن السمع والمصر والسؤال رب ذلك كان عنه مسئولا قال تعالى وإذا كنتم فاعبروا ويبتعنا قربا وعهد الله أوفر ذلكم وصاكم به اسمع وما ينفذ من قول إلا لديه رقيبا عفيد نعم اسمع ما قال الله أبو العالمين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعلم عنهم فأعلم عنهم أن لا يخوضوا في حديث غير سبحان الله طب وإن لم تفعل يا رسول الله فإنك إذن كمثل هؤلاء إذا كان هذا الخضاب لمن لمن لم يعرف العين إلى طريقه سبيل أنا وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع إلى أحوالنا التي يعيش فيها كثير من الناس إلاما وحوى ربي تبارك وتعالى كما رواه الإمام تبنيسي في الحديث الحالث بالحديث بلال بالحالث الجزرين أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اسمع وانا نعلم أنك أفقه لني وأفقى أسأل الله يفدي ولك ولكن إذا بقول مولانا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اسمع يقول لبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله استحبك متى أن تسمع لكلام رسول الله بقلبك ولا تشعر الكلمات تمر على قلبك ضر القرار أنا أتكلم عن رسول الله وبكلام رسول الله اسمع إن أحدكم منكم يتكلم بالكلمة من رضوان الله انتبه بالكلمة التي تسمع الأمر لا يظن أنها يتغلق ما بلعب كلمة ولكنها من الغالدة كلمة من الغالدة يا سيدة محمد رسول محمد اسمع خالص وهو شيئا لك أساس لنا المهم أنك تكلمت بها الذي يقول لا يظن أنها يتغلق ما بلعب طب ما النتيجة اسمع فيكتر الله له رضوانه بلا يوم أن يلقى يعيش في الدنيا واقترطي الله عنه يأكل معك ويصاربك ويجالسك ويتهلز معك وانفرق بينك وبينهم أن هذا قد رضي الله عنه في الدنيا بكلمة قال نعم هذه الفتاة التي تسمعها ليلة والآلاء لو عرضت على رسول الله أبوثي رسول الله صلى الله عليه السلام ويتهك المفهن الشيخ لا قال ذلك أي شيء سبحان الله رب العالمين هي كلمة تجرجل لها أمرا كم من كلمة خريتها في يوم كم من كلمة اللغة لهمرها كم من كلمة بزنها قدر قبير كم من كلمة الله احذلت بسبب هذلات وإنها بالله وإنها إليها رجلون كم من كلمة سجلتها مصدور كم من كلمة يا الله ولكن النبي يتكلم عبر ادوانه بكلمة ثم انظر إلى شهر الحديث الثاني فيقول وإن أحدكم لا يتكلم من كلمة بال صحر سنة الثاني سخط سخطين رئيس مكافظ وزير أمير كفير لو لم يتعلم انه ملك الملود من سخط الله كلمة واحدة بس من سخط الله عارف نذيلا يكتب عليه سخط الله إلى أن يلقاه يعيش في الدنيا ومصف عليك والله خطبا عليك ثم تسأل بناسكا في بيتك أو مع ولدك أو في شارك أو في عملك وأنت فتعلمت الحرب على الله بكلمة خطبون عن مجالس المسلمين الآن إلا من رأي ربي ولو أن الله عز وجل شعر لكلام رائحا وصطعتها تجاول ولا تضر على بعض من الناس في العمل في البيت في المدرسة في المصحة في المضاعة في المرشة في كل ما تقول كلام 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 ويا لينا هذا يعلم لأن هذا الكلام إما لك وإما عليك استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كثير من الناس من يظن أن الإسلام هو الصلاة وأن الإسلام هو الحج والصرقة والزكاء لا 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 بل أكبر من ذلك كما رواه تذارك الإمام ترميزين من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن وراه سكرنا هنا سبرا يا رسول الله السنين بنعيش معنا في شرع الفلان يا رسول الله إن عيش رأنا يا رسول الله العين وعم طبا نعم علينها قال يا رسول الله أنها صوابة تصوب كثيرا يا رسول الله تصوب كثيرا كثير كدا وألها لا نصدق منصدق وممتق بزميل ماء أمم وألها مسرية لله لئي ونهام يا رسول الله نسع إنا مشير شكنا نحنا نسع نصير نصيدها في عين الناس ولكنها في عين ربي كثيرة. ونحسب لهم مهيئة وهو الله. وهو عند الله عظيمة. عندها مشكلة. كل حياة المرد وكل مشاكل المرد مشكلة. انها تغذي جيروانها بيساني ارسل. يمشير بلا عليك. يا عم الشجن هل يحبكو هاش? ويكلم هاش يحب الشجن. هو يكلم علي جيروك. سبحان الله رب العالمين. اسمع من النبي. والله تأني قد تطير واشي تبينا. بالدليل انه النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله مقدمة للإجابة. ما جعله مقدمة. تصلي وتصلي. اسمع وتتصدر. نعم. ولكنها تبسي جيروانها بيسانيا. هل تبقى الله صلى الله عليه وسلم منفعلا? فقال له هي في النار. تزوها منك الله محمد رسول الله. قلوا لتلك المرأة انت من اهب النار. ثم ذكرناه بأجراء تنكر. طريقة الصيام. تصدر الصروات الخمس. طريقة النوافق. ولكنها يا رسول الله تنجي قاناها. ولا تزيل بيسانها. اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. فما تطال. قال هي في جنة صلى الله عليه وسلم. انظر لخاننا. الى احوالنا. و الى اتقافنا. و الى ما يبقى. سبحان الله رب العالمين. بل ما كان سنشير بذلك. ما قولة بطل كتبكة. وزادي انشير ذلك. حتى تضر على درعة الاف أو الاف. سبحان الله رب العالمين. والكل اسطر يوم الكيامة بين اليدان والعالمين. فلم تسمع ان الله تباره وتعالى فقال. ونظر الأمازين. اسطر يوم الكيامة. فلا تطلق نفس الشيئة. وان كان المفطان حربة من خرد منها. اذينا فيها وكثابنا. حاسبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ماذا يسمع. فلياكم خيرا. او ليصنوا. اسأل الله ان يحقن او ليصنوا.